وعودة إلى الخبر الأبرز في نشاطات سيادة الرئيس حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير حيث وجه بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به وذلك من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية إليه خاصة من مطاري القاهرة ويسفانكس وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة كمصدر استثماري لما تسخر به مصر من مقاومات سياحية عالمية معززة بإرس ثقافي وحضري فريد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الآثارية واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له خاصة من مطاري القاهرة وسفينكس وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم ويتواكب مع أهمية متحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعا كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وكذلك قصر الأمير محمد علي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثر الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنصيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية بهدف تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقاومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة وقد عرض السيد وزير السياحة والأثار في هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر خاصة منخفضة التكاليف وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية فضلاً عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تضفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية